انتشرت على الشبكات الاجتماعية صور لكلاب زرقاء اللون بالقرب من مصنع مهجور في مدينة زيرجينسك الروسية يعتقد أن اللون الغريب ناتج عن نفايات كيميائية خلفها المصنع الكيميائي القديم المتابعون أطلقوا لقب الكلاب السنافر أما الأطباء البيطريون الذين أجروا فحوصات عليها قالوا أن حالة الكلاب جيدة فهي نشطة ولديها قابلية ممتازة على الطعام بعد الاختبارات اللازمة يخطط المسؤولون لعرض الكلاب على التبني